اهلا بكم من جديد ينطلق معرض البحرين للاستثمار العقاري 2019 للعام الثاني على التولي بعد الإنجاز أو النجاح الكبير والمتميز الذي حققه المعرض الأول ويأتي هذا المعرض بشراكة استراتيجية مع تمكين ودعم من هيئة التنظيم العقاري وعدد من الجهات ذات العلاقة في الفترة من السابع إلى التاسع من فبراير 2019 في مجمع سيتي سنتر البحرين ويهدف المعرض لتعزيز ثقافة العقاري في المملكة وتمكين جيل من الشركات البحرينية المؤهلة لقيادة وتطوير القطاع العقاري في الوقت الذي تشهد فيه مملكة البحرين توجها للاستثمار في مجال العقارات تماشيا مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030 كما يأتي لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات السكنية والتجارية الجاهزة والمعروضة والآن نتابع أسعار صرف الدنار البحريني مقبل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدة اليوم نبدأ مع بورصتنا المحلية حيث أقفل مؤشر البحرين العام في نهاية تدولات اليوم بانخفاض بنسبة 0.38% عند مستوى 1314 نقطة حيث شهدت انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم 31.537.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 6.88.000 دينار تم تنفيذها من خلال 60 صفقة وشكلت التدولات على أسهم قطاع الاستثمار منسبته 90% من جمالي الأسهم المتداولة أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد شهدت تراجعا جماعيا مع تضررها من الهبوط الحاد للبورصات العالمية وأسواق النفط العالمية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي تراجعت بنسبة 0.31% لتقفل عند مستوى 7.943 نقطة بتأثير من هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى كافة نتحول لبؤصة الكويت التي أغلقت بتراجع بنسبة تزيد عن 18 النقطة المئوية لتقفل عند مستوى 5.357 نقطة وذلك بتأثير من تراجع أسهم قطاع السلاع الاستهلاكية بشكل رئيسي في تدولات اليوم سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد أيضا تراجعا بنسبة 0.76% بتأثير من تراجع قطاعاته الكبرى فيما أقفل سوق دبي المالي بتراجع بنسبة 2.05% لتقفل عند مستوى 2.511 نقطة بتأثير من خفاض أغلب قطاعات وبصدارة قطاع السلاع الاستهلاكية وأخيرا سوق مسقط للأوراق المالية شهد انخفاضا بنسبة 0.65% لتقفل عند مستوى 4.379 نقطة متأثرة بنخفاض كافة مؤشرات البورصة العمانية أمر خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية أمر باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة لمدة عام مالي واحد ويشمل الأمر الملكي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري بمبلغ ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي بمبلغ 500 ريال ويأتي هذا الأمر الملكي حرصا من العاهل السعودي على تلمس احتياجات المواطنين والمواطنات وبناء على ما عرضه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قالت شركة أندو سويس لإدارة الثروات أن الكويت قد تتخفض أعداد الوافدين لديها بمقدار واحد ونصف مليون نسمة خلال السنوات السابعة المقبلة وذكرت الشركة أن الكويت تحاول بناء اقتصاد أكثر تنوعا وتضاع نصب عينها توفير الدعم للقوى العاملة الوطنية وقالت الشركة في تحليل بقلم كبير الاقتصاديين في بنك كريدي أغري كويك أو كريدي أغري كول الفرنسي إن هذه التغييرات الديمغرافية لن تمر دون التأثير على النمو الاقتصادي الذي هو في نهاية المطاف مزيج من النمو السكاني والإنتاجية ويبلغ تعداد سكان الكويت 4.2 ملايين نسمة نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شاب متخصص في العملات المشفرة يهدف لمساعدة الفقراء عن طريق سرقة الأغنية نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع وجود أي اتجاه للحجز على أرصيدة حسابات المتهربين من الضرائب أوضح بيان أصدره مجلس الوزراء المصري أن وزارة المالية المصرية لم تصدر أي تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري أو مع أي جهة أخرى تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصيدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة ونفت وزارة المالية المصرية صحة التقارير التي أفادت أخيرا بإصدار تعليمات البنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة منح صندوق النقد الدولي مملكة المغرب خط وقاية وسيولة بقيمة تقارب ثلاثة مليارات دولار مرحبا بالتقدم الكبير الذي حققه هذا البلد وقال صندوق إن خط الإتمان تم منحه لمدة سنتين وقال صندوق في بيانه أنه على الرغم من ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية خفضت السلطات الهشاشة الميزانية والخارجية للبلاد وطبقت إصلاحات مهمة مدعومة بثلاث اتفاقيات سابقة لخط الوقية والسيولة عبرمت في أعوام 2012 و2014 وأخيرا في عام 2016 أعلن رئيس الصيني شي جيم بينغ أنه لا يمكن لأحد أن يملي على بكين ما تفعله وما لا تفعله وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل ضخم بنسبة الذكرى الأربعون لانفتاح الاقتصادي في البلاد وذلك في الوقت الذي تخوض فيه بكين منذ أشهر عدة مواجهات مع واشنطن بسبب نزاع تجاري حاد بينهما وتعهد شي بمواصلة مسيرة الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها الزعيم الراحل دينغ شياو بينغ في ديسمبر عام 1978 وشدد رئيس الصيني على أنه لن يكون هناك تغيير في نظام الحزب الواحد قالت وكلة الطاقة الدولية أن الطلب على الفحم سيرتفع حتى عام 2023 إذ يعوض النمو في الهند ودول أسيوية أخرى التراجع في أوروبا والولايات المتحدة وأضافت الوكلة أنه من المتوقع أن يرتفع استهلاك الفحم كوقود بنسبة 2 أو 0.2% سنويا يبلغ 5.418 مليون في عام 2023 ويأتي التقرير بعد أيام من اتفاق نحو 200 دولة على قواعد تنفيذ اتفاق المناخ التاريخي الذي يهدف إلى تقليص انبعاثات الوقود الإحفوري للحفاظ على معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض هذا القرن عند أقل من درجتين مئويتين ولأن تابعوا أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وارتسعار النفط والمعدن الرئيسية ترجمة نانسي قنقر في الخبر الأخير أمطرت السماء مالا في أحد شوارع حي شعبي في هونغ كونغ بمبررة من شاب متخصص في العملات المشفرة أراد بحسب قوله مساعدة الفقراء غير أن السلطات أوقفت ووضح الشاب البالغ من العمر 24 عاما أن الهدف من هذه المبادرة هو مساعدة الفقراء من خلال سرقة الأغنياء هذا وأوقفت سلطات هذا الشاب بتهمة إثارة الشغب في مكان عام ووضحت أنها استعادت أوراق النقدية قدرت قيمتها الإجمالية بحوالي 770 دولار أمريكيا وجمع كثيرون ثروات في السنوات الأخيرة السابقة بفضل العملات الافتراضية والتي تشهد إقبالا متناميا على رغم من التقلبات في أسعارها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر